الحقيقة النهاردة هنتكلم في حاجات كتيرة جدا تخص النادي الاهلي ولكن خلوني أبدأ مع حضراتكم بخطاب أرسلته إدارة النادي الاهلي النهاردة الحقيقة تؤكد فيه على تقدرها للجهد الكبير الذي بزله المهندس أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022 وكأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 وتأكيده على أن المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الأمم الإفريقية بكامل لاعبي وكذلك فريق الأهلي سوف يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لاعبي وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لإحدى القنوات التلفزيونية أمس وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي الجزء القادم هو جزء مهم جدا 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 أشار إلى أن إدارة النادي وهي تثق تماما في تصريحات المهندس أحمد مجاهد قامت بإبلاغ خذوا بالحضراتكم من الكلمتين اللي جايين دول قامت بإبلاغ الجهاز الفني لفريق كرة القدم للقيام بالترتيب لتحضيراته الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للأندية أخذم في اعتباره أن الفريق سوف يخود هذه البطولة ومعه كل لاعبي بمن فيهم الدوليون وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية البراجراف اللي فات أو الجزء اللي فات ده مهم جدا سأرجع لحضراتكم فيه بعد ما خلص بقية الخطاب اللي بعته النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم أكد الأهلي أيضا على أنه يقدر تماما الدعم والمسندة الذين قام بهما اتحاد كرة القدم خاصة أن فريق الأهلي يخود منديال الأندية ممثلا لكرة القدم المصرية بل للكرة الإفريقية بأكملها طيب جواب اللي بعته النادي الأهلي ده زي ما قلت لحضراتكم هو جواب بيشكر فيه تحت كرة القدم